على مباراة مصر وغنية بساو عايز أستعرض حاجة مهمة جداً ليه علاقة بتصفيات كاس العالم لأن المشوار مش صعب ومش متوسط حتى في الصعوبة ده درجة المتوسط أو أقال من المتوسط يعني مثلاً إحنا دلوقتي لعبنا أربع مباريات حققنا من الأربع مباريات ثلاثة انتصارات وتعادل فبعينا عشر نقاط باقي ست مباريات الست مباريات هيتلعبوا إمتى؟ في السنة الجاية في عشرين خمسة وعشرين يعني أولاً لما نروح لأجندة مارس عشرين خمسة وعشرين عندنا مباراتين هنلعب مع أسيوبيا دي مباراة خارج مصر والمباراة دي على فكرة مش هتتلاعب فيها دي سبابة دلوقتي المباراة دي لو هتتحدد لها مكان حالياً مش فيها دي سبابة الله أعلم في مارس عشرين خمسة وعشرين هل أسيوبيا يكون ملعبها جاهز ولا مش جاهز عشان برضو الناس اللي بتبني أرى على مواقف سابقة لا، مش صح أسيوبيا انت لسه هتلعبها في شهر 3 السنة الجاية المعيير اللي على أساسها بيعلن أن الدول دي تستضيف مباراة على أرضها ولا خارج أرضها بتبقى قبل معادي الأجندة بشهر وشهرين فأسيوبيا لسه السنة الجاية هنشوف هتلعب في ملعبها ولا كالعادة هتلعب بر ملعبها وبر ملعبها هل هتلعب في ملعب الدفاع الحسن الجديدي في المغرب ولا ممكن لما تلعب مع مصر تقولك لا ملعبش في المغرب تعالي لعب مع مصر في ملاوي لعب مع مصر في مالي أيا كان وقتها ممكن أسيوبيا هتختار فين خدوا بالكو برضو بوركينا لعبة مبارح مع سيرليون في مالي ممكن بوركينا لما تجي تلعب مصر تحب تلعب مصر في المغرب ممكن تحب تلعب مصر في جنوب إفريقيا على حسب ما بتحق ممكن يكون ملعبها جاهز لما تجي تلعب مع مصر في شهر 9 عشرين خمسة وعشرين ده لسه ماتش هتلعب بعد سنة وثلاث شهور فالتصفيات لسه فيها متغيرات كتير المهم هنلعب في شهر 3 مع إسيوبيا ومع سيرليون وفي التوقيت ده هيبقى داخل علينا شهر رمضان كل سنة وحراركم طيبين فإن شاء الله بإذن الله المنتخب يكون موفق في المرحلة دي بعدها بست شهور هتلعب في شهر 9 مع إسيوبيا في القاهرة ومع بوركينا خارج مصر بعد كده هتلعب مع جيبوتي الله أعلم برضو وقتها هتبقى جيبوتي عندها ملعب ولا هتلعب بره أرضها في شهر أكتوبر وتختم مع جينيا بيساوف في شهر أكتوبر عشرين خمسة وعشرين التأهل على فكرة مش صعب التأهل سهل مضمون ولكن من هنا لمعادة التصفيات دي والموعيدة قدامكم على الشاشة في فترة منتخبنا يلعب فيها تصفيات أمم إفريقيا يعني الفترة المتبقية من شهر 6 اللي احنا فيه دلوقتي لشهر 3 اللي جاي بنتكلم في 9 شهور التسع شهور دول المنتخب مش أجازة عشان الناس فكروا ان المنتخب بيبقى خلاص بقى ايه ويك اند وحسام حسن ما عندوش حاجة لا ده يبقى عنده تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في المغرب التصفيات دي اتحطت وتسكنت رسمي فيه مطشين في شهر 9 فيه مطشين في شهر 10 فيه مطشين في شهر 11 هتلعب مع مين لسه مش معروف القرعة طبعا هتبقى إمتى وبناء على القرعة هتعرف مطشوتك اللي جاية دي هتبقى مع مين ففي الفترة دي هتلعب 6 مباريات رسمية قبل ما تروح على أجن